مرحبا مرحبا في الفيديو اللي فات كلمتوك عن 3 مبادئ رئيسية بتساعد تقييم الأداء انه يشتغل بالشكل نجح في الشركات النهاردة هكلمكم عن اول مبدأ فيه بشكل مفصل شوي وهو ان ازاي ممارسات الشركة لازم تعكس الجانب التطوير الموجود في تقييم الأداء الموظف اللي ما بيشوفش الجانب التطويري ده بيبص على تقييم الأداء كأنه منافسة ويبدأ يتبنى ممارسات غش اللي بيها يغطي نقاط الضعف عنده ويظهر نقاط قويته عشان يكسب تقييم الأداء من اشهر ممارسات الضعف ديت وللأسف بيقع فيها كتير من المديرين هي ما يسمى بيعامل الحداثة هو ببساطة ان الموظف يقعد طول السنة من الشغال ما بيعملش حاجة خالص ويجي قبل تقييم الأداء بشهر ولا اتنين يبدأ كل الشغل يطلع يبدأ النشاط يبان عما يجي المدير يقيمه بيقيمه على احدث انجاز عمله وبكده بيكون هو كسب في تقييم الأداء لانه مشتغلش طول السنة برضو من الممارسات الغش التانية اللي بيقع فيها بعض المديرين وهي ان الموظف بيستخدم ما يسمى بعمل الارتباط يعني يربط نفسه بالصورة الذهنية الموجودة عند المدير للموظف المثالي فييجي بدري او يجي في معاده بالزبط يصهر بالليل متأخر يكون لطيف جدا في الاتماعات مع مديره يكون كمان لطيف مع زمانه ويمكن يجيب لهم هدايا ويجيب لمديره هدايا وبالتالي لما المدير يجي يقيم الموظف يكون عنده ارتباط بالصورة الذهنية اللي خلقها الموظف عن الموظف المثالي وبكده المدير بيقع للأسف في الفخ ده وبينتبهش انه هو يبدأ يقيمه على القصور الموجودة عنده في الأداء في أماكن تانية عشان تقدر تنهم مورسات الغش ديت ويكون عندك نظام تقييم أداء فعال لازم تقتلع المشكلة من جذرها وهي ان انت لازم تبين ان في جانب تطويري في تقييم الأداء عندك في الشركة لازم مبارساتك تدل على كده وبكده الموظف يبدأ يبص لتقييم الأداء على انه جزء مهم جدا لتطويره ما هواش منافسة لازم يكسبها الحاجة التانية لازم ضروري تدرب مديرينك على انهم يعوش فريسة لمبارسات الغش ديت ويعرفوا المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالحكم على تقييم أداء الموظفين وإلا موظفينك هيشتغلوا مديرينك موسيقى